بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثاني الثانوي أهلاً وسهلاً بكم إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثالث من الدرس الثاني من درسنا في مادة الجغرافية وهو التنمية الزراعية والحيوانية كنا بدأناه وتكلمنا فيه عن أزمة الغذاء في العالم والنشاط الزراعي تكلمنا فيه عن عوامل التدهور بالوطن العربي والإنتاج الزراعي في الوطن العربي قد إيه وإيه هي المحاصيل الزراعية اللي موجودة كمان اتكلمنا فيه عن وسائل تنمية وإدارة الموارد الزراعية واخدنا تجربة وهي التجربة الأغندية في الزراع العدوي في الحلقة التانية اتكلمنا فيها عن الراي والثروة الحيوانية واتكلمنا فيها عن أنواع المراعي الموجودة بالعالم وكمان اتكلمنا عن الثروة الحيوانية في الوطن العربي وأخذنا فيها إيه هي العوامل المؤثرة في تدهور معظم الأراضي الرعوية وأساليب إدارة الموارد الرعوية النهاردة بإذن الله هناخد الجزء الثالث وهو الثروة السماكية برضو زي ما اتفقنا في الحصة اللي فاتت الكلام مش جديد علينا سبق ودرسناه في الصف الثاني الإعدادي والصف الثاني طبعاً إحنا عندنا الصروة السماكية في الوطن العربي موجودة بشكل هائل مظراً لطول السواحل وعلى الرغم من قصرة السواحل بالوطن العربي وطولها إلى أن الإنتاج السماكي في الوطن العربي لا يكفي الاستهلاك المحلي هنعرف الكلام ده طبعاً بس هنتكلم الأول عن الصروة السماكية الصروة السماكية طبعاً بتتمثل في الأسماك اللقلق المرجان الأسفنج الأصداف وغيرها من الصروات السماكية اللي موجودة عندنا في البحار والمحيطات وغيرها طيب الصروة السماكية أهم الصروات البحرية اللي موجودة عندنا طبعاً لأهميتها إيه هي أهمية الأسماك؟ أولاً الأسماك تعد غزاء بروتيني للإنسان غزاء بروتيني وبنستعوض به عن نقص الإنتاج الحيواني والزراعي الحيواني طبعاً من الحيوانات والدواجن كمان طيب ويعد قطاع الموارد السماكية أحد مجالات التنمية والقطاعات الاقتصادية المهمة طبعاً يعني من ضم أو هي الصروة السماكية بتساهم في تحقيق الأمن الغزائي على مستوى العالم أنا عندي الصروة السماكية مهمة جداً لأنها غزاء بروتيني للإنسان وطبعاً القطاع السماكي من أهم المجالات اللي أنا من خلالها بنمي الاقتصاد لأنها طبعاً بتساهم في تحقيق الأمن الغزائي واتفقنا يعني إيه أمن الغزائي المرة اللي فاتت وقلنا إن الأمن الغزائي اللي أنا من خلاله أقدر أوفر لكل فرد في الشعب وفي أي فترة الغزاء بكمية ونوعية كافية تضمن له حياة صحية سليمة يبقى الأمن الغزائي اللي أنا بوفر له كل فرد الغزاء بالكمية والنوعية المنازمة الإنسان في العالم بيحصل على 14% من احتياجاته من البروتين الحيوي ده بالنسبة لأهمية الصروة السماكية عند المعلومة الإسرائية بتقول إن إنتاج العالم من الأسماك بلغ حوالي 156.7 مليون طن وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأسماك حوالي 19.2 كيلو جرام يعني حوالي 19 كيلو جرام في العام على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي 11.2 من 10 والكلام ده كان إحصاء سنة 2011 يبقى إذن متوسط نصيب الفرد 19 كيلو على المستوى العالمي و11 كيلو على المستوى العربي طيب تعالوا نشوف بقى الإنتاج السماكي في الوطن العربي الأهمية طبعا هو مورد مهم بالنسبة للموارد الغذائية حيث يعتمد عليه بعض الدول العربية في إنتاج الغذائية يبقى أنا عندي بالنسبة للإنتاج السماكي بالنسبة للإنتاج السماكي هو مورد مهم من الموارد الغذائية بعض الدول العربية بتعتمد عليه في الغذاء وسد الفجوة الغذائية خاصة في مجال البرويتينة طبعا احنا اتفقنا اللي هو بيعود النقص في الانتاج الحيواني اتنين كمان بالنسبة للأسماك بتوفر فرص عمل بيعمل في الانتاج السامكي عدد من السكان طبعا وبتقضي إلى حد المعنى لنسبة البطالة كمان بتحقق عائد من النقد الأجنبي طب العائد ده بيجي ازاي نتيجة اللي انا بصدر الفقد من الانتاج السامكي للخارج فبالتالي بيدخل لنا عملة صعبة فده طبعا مهم جدا بالنسبة ايه للدول يبقى ازا الانتاج السامكي في الوطن العربي مهم مهم لانه مورد ليه البروتينات طبعا بيعود النقص في الانتاج الحيواني بيوفر فرص عمل بالاضافة كمان اللي هو بيحقق عائد من النقد الأجنبي نتيجة التصدير طيب ايه هي المصيد السامكية اللي موجودة في الوطن العربي في الوطن العربي مصيد كتير طبعا بحرية ودخلية طبعا عند المصيد اما بحرية اللي هي في الخلجان والبحار والمحيطات في الوطن العربي او مصيد نهرية اللي هي الانهار او طبعا مزارع سمكي ده بالنسبة لمصيد اللي موجودة في الوطن العربي طيب احنا عندنا مصيد ليه؟ لان الوطن العربي بيمتلك سواحل طويلة على البحار والمحيطات ادي ايه مثلا المساحة اللي موجودة او السواحل طولها ادي ايه؟ طولها اتنين وعشرين واربعة من عشرة الف كيلو متر طبعا ده طبعا سواحل طويلة وكمان عندنا بعض المجار المائية العزبة اللي بنستفيد منها في صايد الاسمك انا بسطاد اما من الانهار دي مصيد نهرية او من البحيرات كمان اللي هي مصيد البحيرية طيب احنا عندنا الخريطة اللي قدامنا دي دلوقتي بتوضح لنا السواحل اللي موجودة في الوطن العربي واللي انا بستفيد منها في صايد الاسمك يعني انا هنا عندي الخليج العربي خليج عمان البحر الاحمر عندي البحر العربي والمحيط الهندي طبعا البحر العربي جزء من المحيط الهندي عندي كمان البحر المتوسط والمحيط الاطلند بالنسبة لي الخلجان والبحار والمحتاط اللي انا اتكلمت عليها دي اسمها مصيد بحرية بالنسبة طبعا لمصر والسودان فيها نهر النيل والعراق فيها دجلة والفراط دي مصيد نهرية عندي كمان مصايد بحيرية وليكن في مصر مثلا عندي البحيرات الشمالية البحيرات الشمالية اللي هي في سينة عندي بحيرة البردويل عندي ما بين كنات السويس وفرع الدلتة بحيرة المنزلة عندي داخل الدلتة بحيرة البرولوس عندي بعد فرع رشيد بحيرتين اتكو ومريو بالاضافة كمان اللي أنا عندي بحيرة كارون وعندي طبعا بحيرة ناصر مياه عزب ده بالنسبة للمصايد اللي موجودة في الوطن العربي عندي هنا اللون الأزرق مصايد بحرية عندي اللون الأحمر مصايد داخلية ده بالنسبة اللي موجود عندي هنا موجود في مصر هو موجود عندي في الخليج العربي عندي طبعا الألوان السوداء لا يوجد عنها ايه؟ بيانات ما فيش بيانات متوفرة بالنسبة لها يبقى هنا الموجود في الجدول طيب تعال نشوف ايه هي اهم الدول العربية المنتجة للأسماك من خلال المصايد البحرية اولى الدول عندي المغرب المغرب بتحتل مركز اول في انتاج الأسماك من المصايد البحرية يليها موريتانيا يبقى المغرب وموريتانيا طبعا المغرب هي وفيها لون الازرق وعندي كمان موريتانيا واللي اتنين بيتطلع على المحيط الاطلنطي وعندي المغرب بتطلع ايضا على البحر المتواصل يبقى اولى الدول المنتجة للأسماك من المصايد البحرية هي دولة المغرب طيب البحيرية زي ما اتفقنا البحيرات الشمالية هنقول تاني البحيرات الشمالية البحيرات الشمالية البردويل المنزلة البرولوس اتكو ومريو عندي كمان بحيرة قارون وبحيرة ناصر في مصر المصايد النهرية نهر النيل ونهرية دجلة والفراء وعندي طبعا المزارع السمكية طبعا اللي احنا بنربي فيها زريعة الاسماك الاسماك الصغيرة بنربيها في المزارع لزيادة الانتاج السمكي الدولة العربية اهتمت انها تنشئها وبتساهم المزارع بنسبة 25% من الانتاج السمكي طبعا نسبة كبيرة غير هيئة طيب اولى الدول في المصايد الداخلية هي مصر ثانيها الامارات يبقى مصر يليها الامارات طبعا اللي احنا اتفقنا هنا باللون الاحمر الاحمر موجود في مصر وعندي كمان في الامارات عندي الخليج ايه العربية يبقى انا عندي مصايد بحرية اولى الدول المغرب يليها مورتانيا مصايد داخلية سواء بحيرية نهرية مزارع سمكية مصر اولى الدول ثم الامارات طبعا عندنا مصر هي الدولة الذي يوجد بها جميع انواع المصايد يعني مصر فيها مصايد بحرية فيها مصايد بحيرية فيها مصايد نهرية فيها مزارع سمكية يبقى دولة يوجد بها جميع أنواع المصايد طيب تعالوا نشوف الإنتاج السمكي هنا بيقول لنا أن مصر والمغرب ومورتانيا أولى الدول العربية إنتاجا للأسماك طيب هو الإنتاج السمكي في الوطن العربي بلغ دي ايه بالنسبة للإنتاج العالمي طبعا بلغ لاثنين وتمانية من عشرة يا اثنين وتمانية من عشرة ده نسبة قليلة جدا على الرغم من طول السواحل يعني من حوالي 3% من الإنتاج العالمي طبعا 3% دي نسبة قليلة جدا مقارنة بالإنتاج العالمي ومقارنة بطول السواحل اللي موجودة عندنا في الوطن العربي يعني السواحل عندنا طويلة من المفروض أن هي طبعا بتدي إنتاج ايه أكبر طيب تعالوا نشوف ايه هي الأسباب اللي قدت لضعف إنتاج الوطن العربي من الأسماء؟ عندنا الحقيقة عدة مشكلات بتقابل الإنتاج السمكي أول حاجة كل التعريج السواحل طبعا إحنا واخدين أن تعريج السواحل بتساعد على إنشاء الموانئ الطبعية يبقى كل التعريج السواحل يترطب عليها كل موانئ الصيد أحيانا اتنين ضيقة الأرصفة القارية ونعرف يعني ايه رصف قاري؟ في بعض البحار والخلجان العربية طب يعني ايه رصف قاري؟ يعني امتداد جزء من اليابس تحت الماء ويمتد من خط الساحل حتى عم كمية قامة اللي هو جزء اليابس اللي موجود تحت الماء عند ضيق فبالتالي ده بيعوق طبعا إيه؟ اللي هو أرساء الموانئ فده طبعا بيأثر على الإنتاج السمكي استخدام الوسائل البدائية في الصيد وسائل البدائية في الصيد وليكن مثل الشباك الضيقة مثلا باستخدم شباك ضيقة باستخدم وسائل البدائية جدا في الصيد وعدم وجود أساطيل صيد حديثة مجهزة طبعا الأساطيل الصيد لازم أن تكون مجهزة بإمكانيات كبيرة جدا علشان طبعا تحافظ على الإنتاج السمك يبقى أنا عند كل التعريك أثرت على كل الموانئ ضيق الأرصفة القرية استخدام وسائل بدائية وعدم وجود أساطيل صيد حديثة عندنا كمان تحول كثير من الصيدين في دول الخليج من حرفة الصيد طبعا للعمل بالتعديل لأنها طبعا بتأدي إلى إرتفاع مستوى المعيشة نظرا لإرتفاع الأجور أنا عندي الصيد أقل أهمية من التعديل بالأضافة كمان لضعف الاهتمام بالصيادين ضعف الاهتمام بالصيادين من المشكلات التي أدت لطرق الصيادين لحرفة الصيد واتجوا إلى حرف أخرى هذه بالنسبة للأسباب التي أدت لضعف الانتاج السمكي تعالوا نرى مساهمة الانتاج السمكي للوطن العربي في التجارة الدولية على الرغم من دقالة انتاج الوطن العربي من الأسماك بالنسبة للانتاج العالمي اتفقنا على الرغم من طول السواحل السواحل الموجودة بالوطن العربي إلى أن لدينا مشكلة في دقالة الأسماك وطبعا هي الأسباب دي احنا اتكلمنا عليها إلى أنها تعد من أكثر السلعة العربية الغذائية المتدولة في التجارة العالمية أكثر سلعة متدولة بعد الخضار والفكاة هي الأسماء الشكل اللي موجود عندي قدامي هنا بيوضح الدول العربية المصدرة للأسماء يعني مثلا أنا عندي أكثر لون في الشكل اللي هو دولة المغرب دولة المغرب قولة الدول المصدرة بحوالي أربعين وتسعة من عشر يعني حوالي واحد واربعين في المية يليها موريتانيا تاني دولة ثم اليمن ثم عمان وبعدين هيجي بعد عمان اللي هو بقى طبعا باق الدول العرب عندي باق الدول العربية عنده السعودية عنده تونس دي الدول الثانية اللي هيا طبعا مصدرة أيه للأسماء يبقى المغرب موريتانيا اليمن عمان. المغرب موريتانيا اليمن عمان. يبقى أولى الدول المصدرة للأسماك هي دولة المغرب. أولى الدول المصدرة للأسماك هي دولة المغرب. واتفقنا على الرغم من أن الانتاج في الوطن العربي ضئيل بالنسبة للانتاج العالمي إلى أن أكتر السلع العربية الغزائية المتدولة هي الأسماك. وسائل بقى تنمية الصورة السماكية. أنا الوقت عايزة أواجه ضئالة الانتاج اللي عندي. عايزة أزود النسبة اللي هي 3% من الانتاج العالمي. عايزة أعليها. أعمل إيه؟ أبدأ بقى واجه المشكلات اللي احنا تكلمنا عليها فوق. طب احنا قلنا فوق اللي الوطن العربي بيستخدم أساليب بدائية وعدم وجود أساطير صيب حديثة. فابدأ أواجه المشكلة دي اللي انا أستخدم أساليب صيب حديثة مجهزة بأحدث وسائل الصيد. طيب أنا عندي برضو مشكلة على فكرة موجودة وهي الصيد في الأوقات الممنوعة. يعني عندي أوقات ممنوعة طبعا أيام التبويض الخاص بالأسماك. ده طبعا اللي هو ممنوع الصيد. عندي الأسماك الصغيرة ممنوع صيدها. فابدأ بقى أصدر قوانين خاصة بالصيد البحري وحماية. عشان طبعا الأسماك الصغيرة لما بنصطدها دي بتقلل من الثروة السماكية أو من كمية الأسماك. كمان أبدأ أتوسع في إنشاء المزارع السماكية. لأن المزارع السماكية إذا ما اتفقنا إنها بتساهم بنسبة مش هينة. ده بتساهم بـ 25% من إنتاج إيه الأسماك اللي موجود فيه الوطن العرب. فابدأ بقى أوسع من المزارع السماكية. كمان دعم التعاون العربي في مجال صيد الأسماك. يحصل بقى تعاون ما بين الدول العربية في مجال الصيد وإقامة مشروعات مشتركة بس مبنية على استخدام التقنيات الحديثة. يحصل تشارك عربي أو تعاون عربي. كمان تنمية مهنية للصيدين وخاصة اللي احنا قلنا إن الصيدين بيتركوا حرفة الصيد ويتجوا طبعا إلى حرف أخرى مثل التعدين واستخراج البترول. ده بالنسبة لدول الخليج وكمان ما عندناش اهتمام بالصيدين. طيب. أعمل تنمية مهنية للصيدين إزاي اللي أنا أبدأ أعقد ندوات وأعمل ورش عمل عشان أرفع الوعي بأهمية الصيد. ده بالنسبة للوسائل اللي أنا هستخدمها علشان أنمي الصروة السماكية. أستخدم أسليب صيد حديثة. أصدر قوانين خاصة بالصيد البحري. أتوسع في إنشاء المزارع. أدعم التعاون العربي في مجال الصيد طبعا وأعمل مشروعات بس مبنية على التقنيات الحديثة. ونمي أعمل تنمية مهنية إيه للصيدين. طبعا إحنا عارفين اللي فين قابل الصيدين هي اللي بتحميهم ويالي بتتكلم عنهم. فلازم اللي احنا نهتم بإيه بالصيدين ونرفع من مستويهم. دي بالنسبة لآخر جزء في الدرس بتاعنا وهو تنمية الثروة الزراعية والحيوانية. كلمنا يعني فيه عن الزراعة والمراعي والصروة السمكية. ده في الوطن العربي وطبعا العالم أولا ثم الوطن العربي. تعال نشوف ممكن يجي لنا سؤال عامل إزاي في الجزء ده. مثلا الخريطة اللي قدامنا طبعا زي ما احنا شايفين هي خريطة الوطن العربي. نجد أن السبب الرئيسي في كلة الأسماك. ليه؟ لكلة الأسماك. للدولة المظللة طبعا لو جيت أبص على الدولة المظللة هي دي شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية. طيب عندي إيه هي السبب في كلة الأسماك. طبعا أنا عارفة إن السعودية من الدول اللي هي طبعا إيه؟ مستخرجة للبترول. اللي هي الدول المهتمة بإيه التعدين. طيب أنا عندي من ضمن المشكلات اللي بتواجهني اللي هو تحول الصيادين من العمل في حرفة الصيد ليه العمل في التعدين واستخرج إيه؟ البترول. يبقى أنا هاختر إيه هنا؟ السياسات الاقتصادية بالدولة؟ ولا ضعف الاهتمام بالصيادين؟ ولا قل التعريج السواحل؟ ولا استخدام الوسائل البدائية في الصيد؟ طبعا بما إن أنا بتكلم على إن السكان أو العاملين في الصيد التجهة للعمل بالتعدين واستخراج البترول. طبعا نظرا لإرتفاع على مستوى المعيشة فهنا السياسات الاقتصادية بالدولة. أنا هنا أختار السياسات الاقتصادية إيه بالدولة؟ لأن الاقتصاد أصلا قائم على إيه؟ التعدين واستخراج البترول. السؤال اللي بعد كده ترجع ضقالة مساهمة الإنتاج السمكي لمصر في التجارة الدولية إلا؟ ترجع ضقالة مساهمة الإنتاج السمكي لمصر في التجارة الدولية إلا؟ كل التعريج السواحل طبعا دي من ضمن المشكلات ضيقة الأرصفة القرية واللي افتقرها للمصايد البحرية واللي ارتفاع معدلات الزيادة الطبعية طبعا لو جيت أشوفها على الثلاثة هلاقيهم موجودين الحمد لله في مصر عندناش أرصفة ضيقة السواحل المتعرجة وفي عندنا موانئ عندنا مصايد بحرية ونهرية وبحيرية ومزارع فطبعا عندنا مشكلة في ارتفاع معدلات الزيادة الطبعية ارتفاع معدلات الزيادة الطبعية زي ما اتفقنا قد إلى زيادة أعداد السكان فبالتالي حصلت فجوة ما بين الموارد المتاحة أو الإنتاج وعدد السكان عند عدد السكان زيد جدا مقابل كله في إيه؟ في الإنتاج طيب السؤال اللي بعد كده يساهم الإنتاج السمكي في بعض الدول العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية أنا هنا هتكلم على أهمية الإنتاج السمكي طبعا إحنا خدنا أن أهمية الإنتاج السمكي مهمة جدا بيوفر لفرص عمل بيوفر لفرص عمل كمان مورد مهمة بالنسبة لموارد الغذائية طبعا لأنه هنا بيوفر بروتينات اللي هي طبعا بتعوض النقص في الثروة الحيوانية كمان بيحقق عائد من النقض الأجنبي لتصدير الفقد من الإنتاج السمكي للخارج وبالتالي تمويل المشروعات التنموية المختلفة ده بالنسبة للجزء الخاص بالصروة السمكية إحنا كده تكلمنا على الصروة السمكية قبل كده المراعي قبل كده الزراع ده بالنسبة للدرس التاني إن شاء الله انتظروا حل الأسئلة عليه ولي عند أي سؤال هيتفضل طبعا إيه اشتركوا في القناة